وإلى أخبار الاقتصاد مع خالد وسط خير خالد يعطيك العافية نزار شكرا أهلا بكم مشاهدين إلى النشرة الاقتصادية وزير الكهرباء الجانب السوري جاهز فنيا للربط الكهربائي وتريث بما يخص الاجتماع المقبل الجمعية العلمية السورية للجودة تدخل على خط زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية أهلا بكم من جديد أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن الجانب السوري جاهز فنيا للربط الكهربائي مع الأردن وذلك بهدف تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية وقال وزير الكهرباء السوري لصحيفة الوطن المحلية أنه كان يفترض أن يكون هناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل لكن تم التريث علما أن الجانب السوري جاهز فنيا للربط الكهربائي وبيّن الزامل أن الوزارة تتابع كل التطورات الفنية لخط الربط على التوازي مع مخرجات الاجتماعات التي عقدت بين المعنيين في كل من سوريا ولبنان والأردن واتفق خلالها على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فرق فنية مشتركة أكدت بسمة إبراهيم رئيسة الجمعية العلمية السورية للجودة أن الجمعية اتفقت مع وزارة الصناع على العمل لزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وتقديم منتج ذي جودة عالية بقدرة تنافسية ينال ثقة المستهلك إضافة إلى تعديل المواصف القياسية السورية بشكل يتوأم مع معايير الجودة وبيّنت إبراهيم أن الجمعية بحثت مع وزارة الصناع إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية لإقامة دورات تدريبية والتشبيك مع هيئة المواصفات والمقائيس ومركز الاختبارات الصناعية وعقد مؤتمرات دورية نوعية متخصصة وتعزيز فعالية وإنتاج الشركات في المؤسسات الغذائية والهندسية والإسمنت وأوضحت أنه تم الاتفاق على وضع خطط مشتركة ما بين الجمعية ووزارة الصناع لنشر مفاهيم الجودة بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناع والمدن الصناعية وإقامة دورات متخصصة بالجودة في مواقع الإنتاج أكد مصرف سوريا المركزي استمرار العمل في إدارته العامة بدمشق وفروعه بالمحافظات وذلك اليوم أو اليوم الأحد وثلاثاء القادم للعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير كما عمم المصرف التجاري السوري على فروعه متابعة تغذية الصرافات الجدارية خلال أيام العطلة حتى الخميس المقبل والتأكيد من وجودها بالخدمة وإبلاغ دائرة الدعم الفني بالأعطال وتخصيص فريق عمل لمتابعتها خلال فترة العطلة إلى ذلك تستمر كل الصرافات الآلية بنوعيها الجداري واللوب التابع للمصرف العقاري بالعمل طوال أيام العطلة الممتدة حتى الخميس القادم مع جهزية التواقم الفنية والإدارية لضمان استمرار تغذية الصرافات ووجودها بالخدمة ذو أكد الدكتور مديان علي المدير العام للمصرف استمرار الصرافات في الإدارة والفروع بتلبية خدمات المواطنين وأشار علي إلى أن جميع رواتب المتقاعدين تم تحويلها للصرافات وبإمكانهم استلام مستحقاتهم للشهر الجاري عبر الصرافات الآلية القريبة من أماكن سكنهم قررت الحكومة السودانية توسيع استخدام حصيلة صادراتها من الذهب في تغطية استيراد احتياجاتها أو احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والضرورية وقالت وزارة المالية بالسودان في بيان إنها عقدت اجتماعا موسعا تم خلاله الاتفاق على تخصيص 70% من حصيلة تصدير الذهب للسلع الاستراتيجية و30% للسلع الضرورية كما تضمنت قرارات الحكومة قيام مصفات الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية فضلا عن إلغاء الضمان العيني للتصدير بغرض التصنيع والاستعادة عنه بضمانات أكثر يسرا استغلت السلفادور انهيار أسعار العملة الرقمية المشفرة البيتكوين لتنفيذ صفقة شراء بنحو 410 عملة من البيتكوين مقابل 15 مليون دولار وبذلك ترتفع قيمة مقتنيات السلفادور إلى 1800 بيتكوين على الأقل وتقدر قيمتها حاليا بحوالي 66 مليون دولار هذا فيما تواصل أسعار العملة الرقمية المشفرة تراجعها بفعل مخاوف المستثمرين من القرار الروسي بشأن تلك العمولات حيث خسرت أشهر عملة رقمية في العالم البيتكوين ما يزيد عن 17% خلال آخر سبعة أيام من التداول لتسجل مستوى منخفض في تعاملاتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار في تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 شهدنا أخبار الاقتصاد انتهت وعودة إلى النزار شكرا لك شكرا لك شكرا لك